يطالب سكان ودواوير منطقة ولاد بويكني بلدية عم موسى في ولاية غريزان السرورة المحلية بضرورة ربطهم بالمياه الصالحة للشرب التي تغيب كليا عن المنطقة وربطهم أيضا بشبكة الكهرباء الريفية وإثمام شغال إنجاز طرقات الفرعية بالمنطقة تغذي الحمزة زروقي قد قررنا الجادي ونجزمونه راني نعانو وراننا في خطرة سواء 4 ونشكوا سياسنا اطلاء ليوم البيه راني نعانو قائع أولاد بيكنا كنا خاصهم الماء ناخصنا الماء الماء راني نعانو والصيف كما طرعش الوحدة تعليه أولاد زيستيالي حتى الثلال عشرة صباح ما تديش زي برمي الحمد لله يا ربي باقينا الماء وباقينا الضوء ما زلنا نزقو على الحمار والبراميل كما بكري الحمد لله الحمد لله والشكر ريفي ربي سبحانه عز وجل جعلنا من الماء كل شيئين حيونا لا نحن الماء 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 ما يحدث؟ كل ما يأتي في الفلح والذي لا يضرب كيلو بار يأتي في الماء حوالي 760 متر خدموا للطريق الى الطابق كما رأيكم فيها خدموا للطريق الى الدوار ودوار هذا القديم ونحن نقوم بها لدينا نقوم بها نشار من جهة رئيس بلد عم يموس قد أن مصالح الموالد المائية سجلت دراسة لربط المنطقة بالمياه الصالحات للشرب وهي على مستوى مدرية الموالد المائية أما فيما يخص الربط بالكهرباء الريفية وإتمام شبكة الطرق الفرعية ينتظر تسجيل هذا من المخاططات الترموية مستقبلاً ما يخص انشغالات عرش أولاد بيكني قضية الماء تمت الدراسة وهي الآن على مستوى مدرية الموالد المائية أما قضية توسيع الكهرباء تم تسجيل العملية وهي كذلك نحن في انتظار الموافقة من السلطات المعنية أما فيما يخص الشطر الثاني من الطريق نحن في انتظار تسجيله في أقرب وقت إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر